مع تقارب شديد بين المنافسين اللادودين دونالد ترامب وكمال هاريس قبل نحو أسبوعين فقط على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يحتاج المرشح الفائز لمائتين وسبعين صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي الخمسمائة وثمانية وثلاثين مع هذا التقارب الشديد يتفاقم الانقسام عبر حلفاء كل مرشح والتجاذب من قبيل انخراط بعض الشخصيات لكل الطرفين الصحافة الأمريكية ذهبت بعيداً في تحليل إمكانية التعادل في الأصوات نظراً للمنافسة الشديدة بين المنافسين وتلك الحالة لم تحدث في التاريخ الأمريكي إلا مرة واحدة عام 1800 لكن استطلاعات الرأي التي ترجح التعادل بين هاريس وترامب توضع في خانة حسابات اليوم التالي لنتائج الانتخابات ضمن مخاوف صراع يكرر المعادلة الماضية التي أثارها ترامب بعدم تصديق نتائج الانتخابات مع منافسه جو بايتن ذلك التخوف يرافقه الحديث عن شكوك بمحاولة شراء أصوات تحت الطاولة يخوضها موالون لترامب حيث يشتعل الصراع المالي والذي تعد الساحة الأمريكية الأكثر مكاناً له في العالم حيث تشير إحصائيات لأن تكلفة الحملات الرئاسية بلغت نحو مليار وأربعمائة مليون دولار وتضعف هذا الرقم في 2020 أكثر من أربع مرات ما قد يشير مع وجود تقارير تدلل على عمليات رشوة أو إغراءات مالية في حملة ترامب على وجه الخصوص إلى أن الرقم وثمن كرسي الرئاسة سيتضاعف لأكثر من عشر مرات التنافس على أشده والعين مفتوحة على أي محاولات للعب في نتائج الانتخابات 2024 تنافس يتزايد مع انضمام حلفاء غير متوقعين لكل منافس تماماً كمن ضم كتاب بارزون وشخصيات عامة مثل بريد ستيفنز الذي أعلن عن انضمامه إلى هاريس وهو ما يرفع بحسب خبراء إلى أيام ساخنة وهو ما قد يؤدي بحسب خبراء إلى أيام ساخنة قد تشعل فوضى الديمقراطية في شوارع أمريكا على أقل تقدير اشتركوا في القناة